ليلة على من هو الهداي أنبه ونبهت مرارا وتكرارا وسأظل أنبه ما حييت الخطبة مجرد وعد بالزواج قد يتم وقد لا يتم وبالتالي الإسلام شرع الخطبة من أجل أن يتعارف الطرفان بعضهم على بعض بالضوابط الشرعية التي ذكرناها مرارا وتكرارا ومن ثم يجوز له أن يرجع في كلام ويجوز لها أن ترجع في كلامها ولا شيء عليها ولا شيء عليه وبالتالي إذا فسخت الخطبة وانتهت تماما بغض النظر العيب منه هي التي تركته ما عجبهاش ما عجبتوش أي ما كان قدم شبكة تسمى بهدية الزواج والزواج لم يتم وبالتالي تعاد إليه يعني جايب دهب أدوات كهربائية قدم جزءا من الماركة ما يحدث في بعض الأسر والعائلات كل ذلك قولا واحدا يرجع إليه لماذا؟ لأن هذا مقابل الزواج والزواج لم يتم طيب أما فيما يتعلق بالهدايا أحضر هدايا نفرق بين نوعين من الهدايا هدايا مستهلكة كالآكل شرب وما شابه ذلك حتى ولو كانت قيمتها مئات الألاف لا ترد لا ترد فربما كان ميصور الحال وأحضر الكثير والناس ليس في استطاعتهم فهذا تكليف فوق الطاقة فما طلب منه أحد أن يحضر هذا فكل ما كان مستهلكا لا يرد أما الهدايا القائمة على حاله أحضر لها خاتما أو أحضر لها سوير أو أحضر لها ما يعني ما هو ثابت قطعة كهربائية تلاجة غسالة أو ما شابه ذلك كل ذلك يرد إليه أما فيما يتعلق بتكليف الليلة التي يعصى فيها الله تبارك وتعالى ينظر فيها بمعنى إذا كان قد رفض من البداية عمل هذه الليلة فالليلة يتحملها أهل البنت المخطوبة كاملة أنا مش عايز وحضراتكم اللي عملتها أنا لا أعرفكم ولا أحرف أما إذا كان هناك اتفاق ويرضى بهذا العمل فإنها تنصف بينكما والله تعالى أعلى وأعلم طيب معنا اتصال السلام عليكم